لكن الجديد بقى في القصة دي ان اسرة مبارك كلها بدأت تظهر على السطح انا ما عنديش ها فكرة مانع ما عنديش مانع خالص مش ضد سحنا نقام لحظين ان في تواجد لأسرة مبارك على كل المحافل مثلا تفاصيل مكالمة حسني مبارك بأسرة فنان شهير ده كان الجمعة كشف عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل طلعت زكريا عن تفاصيل اتصال الرئيس الاسبق حسني مبارك بعائلته من اجل تقديم واجب العزاء وده واجب ضروري وكان حسني يحب طلعت زكريا من ساعة ما عمل فيلم طبخ الرئيس وقابله وبعتله وقاعد معه كده فجأة جمال مبارك ظهر في 6 اكتوبر قدام النصب التسكاري مع انه جمال مبارك ملوش حد تحت النصب التسكاري النصب التسكاري ده تحته السادات وشفنا اسرة الرئيس الراحل السادات وفجأة لقينا جمال مبارك بيقدم واجب العزاء في وفاة امبارح امبارح في عزاء طرق كامل وزير الاتصالات علاء وجمال مبارك في عزاء طرق كامل وزير الاتصالات الاسبق ظهروا في العزاء هم الاتنين مع بعض طرق كامل ده كان وزير الاتصالات في حكومة نظيف طيب انا بقول بمعلومة ان السيسي حذر علاء مبارك من الكتابة على تويتر ونقلا عن مصدر اسق فيه جدا ان السيسي حذر علاء مبارك من التغريد على تويتر كان علاء مبارك في فترة كده نشط جدا على تويتر وبيكتب تويتات وهاجم خالد صلاح الى اخيره هذه التويتات ازعجت السيسي وكتبت تقريبا بي بي سي عربي او سي ان ان عربي بي بي سي اهو هل ازعجت تغريدات علاء مبارك السلطات المصرية لان المحامي الجعر العرة اللي مش هو اسمه هو اسمه هو جعر عارف نفسه يعني قدم بلاغ في علاء مبارك والمحامي الجعر العرة ده زي وزي بيت المحامين اللي انتوا عارفينهم مش كل محامين طبعا فيه محامين على رصنا من فوق اسادزة يعني ما يقدمش البلاغ ده الا بامر انا بقول لك بقى بمعلومة ان علاء مبارك وصل وتهديد من السيسي بانه لم نفسه على تويتر خد مني واختفى علاء مبارك بعدها تماما وعلاء مشاكس غير جمال جمال مش مشاكس علاء مشاكس وهدي خالص ويكاد يكون اختفى من على تويتر فانا بقول لحضرتك والله العظيم واسق في المعلومة دي ان السيسي حذر على مبارك من التغريد على تويتر ويوما ما افتكر الفيديو ده اللي انا بقى اتكلم فيه ده عشان يوما ما ان شاء الله السيسي يتزاح ويطلع اللي انا قلته ده صحيح 100% الجعر الازعة ابو شيلن ده حذر علاء مبارك من التغريد على تويتر ما علينا اذا اهو علاء مبارك يحذر تغريد اثارة الجدل بتاعت خالد صلاح ما علينا يعني عشان بس نخلص الجديد في قصة مبارك النهاردة اني اسرة مبارك بدأت تظهر وهي ده شهر بتاع مبارك لانه ده شهر بتاع اكتوبر وبالتالي اني الاسرة بدأت تتواجد فيه عزاءات تتواجد فيه كذا تتواجد كذا وده اه بيزعج جدا اخدوها مني بيزعج جدا عبد الفتاح السيسي المسأل مصري بيقول يا ابا تعالى شرفني قال له يا ابني لما يموت اللي يعرفني وعلاء وجمال عارفين من الجعر ده انا لا صاحب علاء ولا صاحب جمال بالعكس ده كان جمال ده واديني في دعية في مرة والله جمال ده مرة تسبب لي ان انا كنت هموت ثمدا من من اللي عمل وفيه جمال ليش علاقة بيه بس انا بقول للامانة بس السيسي طول ما الناس دي عايشة وموجودة وتتحرك بتعمله صداع في دماغ مصمار خرم فهل التحركات دي استغلالا لشهر اكتوبر ونسارة اكتوبر ام انه التحركات دي بالتوافق مع عبدالفتاح السيسي اصنع نفش توف